السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الثالث من الفصل الخامس سنواصل الحديث عن تطبيقات السراميج ماتيريال في كافة المجالات التطبيق الأول وهو الميكانيكال أو الاستراكشرر نستخدم التطبيق في الكاتينج تولز أي أدوات القطة وغالباً ما تكون من التنجستان كاربايت كوبلد كومبزيتس أي المواد المتراكبة وغالباً ما تكون فيه أو من السيلكون كاربايت والألومناء والسيلكا جلاس فايبرز الأبريزيف أي المواد الخشنة وغالباً ما نستخدمها إما في تسوية الأسطح أو فتلميعية كما مثال عليها أوراق الصنفرة وفي الغالب تكون سيلكون كاربايد أو ألومناء أو دايموند أو بورون نايترايد أو رابع سيليكات الزاركون أما في المجال الطبي البيوميديكال تستخدم كامبلانت دينتيستري ألتراسونيكس إيميجينج والامبلانت في الغالب ما تكون المادة المستخدمة هيدروكسي أبيطايد حيث أنها قريبة تشبه بعظام الإنسان وغالباً ما يصنع منها المفصل القروي الذي يربط بين عظمة الفغز وعظمة حوض الإنسان حيث أنه قد يكون الإنسان مصاب في عملية حربية أو مصاب في حادث وكسرت هذه العظمة الطبيعية وبالتالي يمكن أن نصنعها من مادة هيدروكسي أبيطايد وأيضاً في المجال الطب الأسنان نستخدم البروكلين أو أكسيد الألومينات وأيضاً في مجال التصوير بالموجات فوق استوضية أما في مجال الكونستركشور أو الإنشاءات فنحن غالباً ما نستخدمها في البلدنج أو البنايات أو الأبنية كالكونكريت اللي هي الخرصانة المسلحة أو الجلاسز اللي هو الزجاج الذي يستخدم فيه النوافذ أو الستشاني الوير أما في مجالات أخرى كالدفينسي أبليكيشن أي التطبيقات الدفاعية كالمدافع السواريخ أو ما شابه أو في الأرمر ماتيريالز أي المواد العسكرية قلق زائف على سبيل المثال أو الدبابات أو ما شابه أو في مجال السينسورز وغالباً هذه السينسورز تستخدم للكشف عن المعادن الموجودة في باطن الأرض أو في الغالب تكون على طبقات قريبة بما أننا قلنا أنها في المجال الدفاعي إذن قد تكون هذه السينسورز للكشف عن الألغام المزروعة في باطن الأرض أيضاً في مجال النيوكولر أو في المجال النووي كأوسيد اليورانيوم أما في مجال الكيمياء فإننا نستخدمها في الميتال بروسيسنج أي تحضير المواد المعدنية كالألمنا والسيليكا أو كاتاليست محفزات وغالباً هذه المحفزات ما تستخدم لتحفيز التفاعل حيث أنها تسرع من الوقت أو كإيرليكويد فلتريشن أي في الفلاتر للهواء أو للسواهل أو كسينسورز أي مجسات كما سبق وقلنا أنها تستخدم في الأوكسجين سينسور أو في البانتز والرابر أي في المواد الدهانات ولها أيضاً استخدامات أخرى ديميستيك كاليستيشنري وير الوايت وير كيتشن وير بوتري آرت جولاري أي أن المواد السراميكية لها استخدامات أخرى في المطابق أو عيات المطابق أو في استخدامات الفن كالفازات أو الزجاجات أو الزجاجات العطور أو ما شابه أو في الجولاري كالدياموند مثلاً على سبيل المثال ترجمة نانسي قنقر